أكد الفريق الوطني الطبي لتصدي لفيروس كورونا على أهمية التطعيم والجرعة المنشطة منه لما لها من آثار إيجابية في مواجهة جائحة كورونا وأوضح الفريق الوطني بالأدلة العلمية والعملية ما توصلت له مملكة البحرين من نجاحات في الحملة الوطنية للتطعيم والتي انعكست على أعداد الحالات القائمة والتي قد تستدعي تلقي العلاج أو دخول العناية المركزة لغة الأرقام هي الفيصل في مواجهة جائحة كورونا على مستوى العالم والحقائق التي تنشر في سياق الجائحة ما هي إلا نتائج دراسات وجهود علمية وعملية ولعل ما أشار له الفريق الوطني الطبي للتصديد فيروس كورونا حول نسب التطعيم خلال جائحة كورونا يثبت ما حققته الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين بالنتائج إيجابية حققت حملة التطعيم نجاحا باهرا بوصول نسبة الحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية من التطعيم بفضل الله سبحانه وتعالى إلى 96% من إجمالي المؤهلين لأخذ التطعيم من البالغين طبعا من 18 عاما فما فوق ووصول نسبة الحاصلين على الجرعة المناشطة إلى 84% من إجمالي المؤهلين لأخذها من هذا الفيحة نفسه اللي اليوم لمسناها مدى فعليتها بالرقم من زيادة الإصابات ولكن الحمد لله تكون العراض جدا خفيفة ونسبة احتياجهم إلى دخول المراكز العلاج لا تقارن بالفترات السابقة تحديث العديد من الإجراءات والبروتوكولات جاء استنادا إلى الدراسات والمؤشرات الوطنية والعالمية كما جاء مؤكدا على أهمية تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا وهذا التوجه من أولياء الأمور يوضح حس المسئولية العالية كما حققت مملكة البحرين نجاحا على صعيد تطعيم الأطفال حيث بلقت نسبة تطعيم الفئة العمرية من 12 عام إلى 17 عاما نسبة 91% فيما وصل عدد البالقين من العمار 3 إلى 11 عاما ممن أخذوا التطعيم أكثر من 17 ألف طفل في حين أن عداد المسجلين منهم حتى اليوم بلق أكثر من 25 ألف طفل طبعا هذه خلينا نتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة أولياء الأمور على ما بذلوه من مسئولية عالية وتبقى الحقائق الألمية والمؤشرات التي يتتبعها الفريق الوطني عناصر مهمة في عملية مواجهة الجائحة ففاعلية جرعتي التطعيم إلى وتنع الجرعة المنشطة منه انعكست إيجابا على تخفيف المضاعفات المصاحبة للفيروس عند الحالة القائمة التي قد تستدعي تلقي العلاج أو دخول العناية المركزة أو التي قد تؤدي في بعض الأحيان للوفاء وهو ما يشاهد يوميا في الإحصائيات التي تنشرها وزارة الصحة اشتركوا في القناة